أستاذ عصام للملف الأبرز الثاني في هذه الأمور أو في هذه الأيام وهو ملف دوري المحترفين هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات الكبيرة والكثيرة جدا؟ ملف دوري وحرجع على حضرتك مرة تانية أنت كنت قلت أن أنت نفسك أندية الشركات وأندية الجمهورية ده حصل من الاتحاد في بيانه وأخرى بس حرجع بعد ما نسمع دي 3 سنين بس على فكرة لازم نقوله جمهور الأهلي أنه فطفاته ده شيء جميل طبعا عشق يحتاجه أبناء الأهلي لعبيين وإدارات وكذا لكن الأهم أن يأخذ باله من إيه بقى بعدها على طول راح خارج لنا موضوع ده كولر عشان كولر السعيد مرة كولر ومرة العابر فاروق ومرة خالد مرتجع على ما تذكر وفي حد تاني ولا دول هم التلاتة أخر حاجة بس ده كولر بقى اللي هو القطع إيه على النكدايا اللي عايزين يصدروها فطبعا فطفض مع أهلوية زيك هم كسر صحيح وفي العالم لكن افرح وامرح فيش حد أدك والله ما في حد أدك وبالتالي نروح ل دور المختلفين بقى هل سيتم تطبيقه وسط هذه الاعتراضات؟ سيتم تطبيقه ودور المختلفين وأنا قلت لحضراتك مرة لما قالوا له منتوا وقولوا مش عايزين وإحنا نقوله عايزين ونعمل مقصة في النص تمشي كده وراحوا مكسرين في الجمعية وهي يعني اللي بتعمل في نفسها كده ما يزعلوش مني أو أغلبية منها بتعمل كده لما بتروح رايحة علشان تتجمع فيقولوا اللي بتوى الدرجة ما بعد المحترفين هنطلع النادي منكم على طول طب بزكاء يا عم انت هو اللي بتديره الكورة طب انت هتخلي ليه ناس عايزة تصعد للمحترفين إذا كان بعد ما يصرف ممكن ينزل يلعب مع اللي تحت طب ما يقعد تحته بقى الأول ويصعد على طول ممتاز دي أول حاجة دماء خفيف الشك التاني أنه فعلا هيكون تحت التنفيذ لأنه ظاهرة هو عدل يعني نحن نحتاج فعلا أن الكورة المصرية وقتلناها بعض سنة وحضرتك مش بس كميديا حتى كان في أعداتنا دائما إمتى يكون النموذج ده مطبق في المحروسة العظيمة دي إنما في الآخر خلينا نقول أنه على الجمال المهمية أن تتمسك بالبصيص الأمل كلام حضرتك وكلامي وكلام سامح وكل العشقين لهذا الوطن أن يبقى فيه صناعة واقتصاد بيدور في فلك كرة القدم أتى أكله بقى فيه اللي عاوز ترخيص جديد هيرعى عن هذه ثلاث سنين نعم ثلاث سنين طب بعد كده يعمل إن شاء الله يثبت كده يفضل على كده وبالتالي تتآكل دي لأن هم بدأوا يقلقوا أنا قلت للجمعية عشرة من حضراتكم بإرسال بسيط لا زالت المادة 18 حية ترزق ممكن تعملوا على أي دوري ما دون الشركات يبقوا بره ليه لأنه على فكرة الإظهارات دي شطرة جدا ونبهة جدا طبعا لو تحولت لهذه الشراكة التي نأمل فيها كابتن إسلام هتبقى في حتة تانية مع الكرة المصرية الصناعة والبهجة والمتعة ويبقى عندنا يا جماعة دي قواتنا النعمة يا جماعة مهرجانات بتحصل حول العالم بينهارة المصريين مخدتوش بالكوا أنه الأهلي اللي ماشي مع خطط الدولة للتنمية هي دي كرة كمان دي تنمية بالفروع اللي بتقال عليها والتن وصالة مخدتوش بالكوا أن نتعامل واحد من أهم المهرجانات إن شاء الله يدوم في الشرق الأوسط بقى مش في بلدنا العربية بس في العالمين يا كابتن إسلام مخدتوش بالكوا أن قواتنا النعمة دي تحتاج هذا الدعم للمساهمة الوطنية مع مؤسسات الدولة الأهلي بيلعبها كده يا جماعة ده بيزعل الناس أنه الأهلي يظهر في مربع أنه يضيف ليه جزء كبير قوي من اقتصاد البلد لأنه لما حضرتك تسأل يعني برضو بترمي طوب يعني على فكرة الدولارات ومش الدولارات طب ما تسأل كم أدخل الأهلي من دولارات لهذا الوطن وفي الطريق أخرى بمشروعات ورعاة جدد للاقتصاد المصري كم ساهمة الأهلي فيه أماكن بإذن الله تحت التنمية بخطط الدولة الدوري بقى ده يستطيع لو وجه الفكر بنفس الإدارة المؤسسية كده زي النادي الأهلي وده حاجة ما تزعلش حده نعملوا المؤسسية مش بنقولهم خدوا فلان وعلان خالص نفس المؤسسية بس حدش قالك إنه إحنا في النادي الأهلي لا أحد يتحدث عن الخطيب ربنا يدي له صعق أو المايستر ورحمة الله أو كابتن حسن حمدي وآخرين طبعا لا أحد يتحدث عن الأسوايا يتحدث عن عائلة الأهلي عن هذا البرج الذي يخرج دائما إدارات إدارات يا سادة يا كرام اتركوا الأهلي وقدم هذا الدور وعلى اتحاد الكورة وأنا بقول له حضرتك حينفس فعلا إنما قد تصادفوا عثرات وأرجو أن الدولة بقى ممثلة في المسؤولين عن الرياضة وكورة القدم وعزارة الشباب والرياضة لا تذهب إلى أنه يقول له الحقيقة لا لازم بقى اتحاد الكورة سيأتوا حضرته يا فندم يبدأ يسوق ويشوف المنتج ده هيتصرف في زي هي تجربة خلينا نشوفها وبعد كده نقدر نطور منها لكن أنا بحيي برنامج حضرتك والقناة طبعا وأي حد كان معانا ولو بسطر واحد على إنه تمت الاستجابة وحدث بالفعل إنه معرفوا إن الدولة فتحة وذنها على الآخر لسماع أصوات تتحدث عن اقتصاد لصناع سماع كورة القدم وليس لمجرد إن إحنا طلعين نتكلم أو أعتقد بالمناسبة إحنا كنا سعاداء جدا أنا سعيد جدا بدوري المحترفين ولكن للأسف الشديد هو مشكلته في النظام الصعود والهبوط هي دي مشكلة إزاي حصعد فريق من الدرجة الثالثة للدرجة أو من الدرجة هما بيقولوا إن هما النهاردة وخليني أتنقش معاك يا سيد سامح في هذا الأمر النهاردة في البيانة اللي طالع حطه هنا برجوي لو سمحت البيانة اللي طالع بيقول إيه لها شروط المسابقة بيقول إنه المجموعة الأولى في القسم الثاني والمجموعة الثانية في القسم الثاني يعني نظام الصعود والهبوط بوسم 24-25 آه ده الثانية برجوات الأولاني ده بتاع السنة الجاية ده اللي إحنا عايزينه إن هما ثلاث فرق يطلعوا وثلاث فرق ينزلوا ده اللي إحنا عارفينه صح؟ لكن فرقتين يتصعدوا من المجموعة الأولى وفرقة تصعد من المجموعة أو ثلاث فرق من المجموعة الثانية تلاعب التالت من المجموعة الأولى علشان يطلعوا من الفرقة يعني ده كلام برضو صعب جدا كيف نسعد فريق من المجموعة قواعد البطولة التكاومة سابقة القسم الثاني على النحو التالي أمام حضراتكم المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مجموعة الأولى عشرين مجموعة الثانية ستة وخمسين وبالتالي هو بيقول أن الاتنين يعتبروا درجة تانية يعني بصدر أنا عايز أفهم سيدة المشاهدين القصة وعجبني أول أنك أنت بقى لك كذا يوم ماسك الملف بشكل محترم لا بشكل محترم يعني في بعض الناس ما بتحبش تتكلم في القصة دي أنا عايز أعرف هو مين اللي سماء دور المحترفين وليه هو اسمه دور المحترفين لا خلاص هو ثلاثة أسمع بدون دور والبريمير دا إيه والبقاسة هل هو انت داخل أنك أنت تطبق دور المحترفين على أي أساس هو اسمه دور المحترفين هل هو بيضم أندية بتمتلك من الإمكانيات المادية أنا أسف هرد عليك بسرعة وخلاص هو ما اسمه دور المحترفين هو اسمه دور المجموعة الأولى دور ألف مجموعة ألف مجموعة ألف هم اللي سموه كده خلاص ما اسمه دور المحترفين هو اسمه دور المجموعة ألف خلاص خلينا نوقف معاهم أو الأولى ونستغنى عن كلمة دور المحترفين لكن لازم نعرف لما أنت حبيت تسميه دور المحترفين انت فين الإمكانيات المادية اللي المفترض تكون بالملايين مش بالآلاف لهذه الأندية كي تصرف على المباريات وعلى تعقدات اللاعبين وعلى المعسكرات وعلى قامة المباريات وإجارة الملاعب وقصص فين هي الملاعب المتوفرة لهذه الأندية كلنا عارفين اللي بيحصل تحت إيه فين طاقم التحكيم اللي حيكون متواجد على مستوى عالي في دول المحترفين عشان يوصل لهذه المرحلة من الاحترافية أربعة أنت ممكن تعد كتير فين تقنية الفار هل موجود تقنية فار في الدول المحترفين أعز بيران كتير أسان شوف أنا سألت كم سؤال أنا أتحدى تحد الكرة يكون عنده إجابة على سؤال واحد من اللي قلت والحاجة التانية بقى غير كده كمان دول المحترفين دلوقتي أنت عشان تطبق نظام الصعود وتتكلم على الصعود السؤال اللي مالوش إجابة أنت ليه عملت ألف وبيه عشان الناس تبقى فهمة أنت ليه قلت هعمل عشرين فريق يطلع منهم وخلاص وده اللي هيحصل دلوقتي دور واحد يبقى فيه عشرة فوق صعدوا وعشرة تحت يتم التصفية بين العشرة يطلع فرقتين فقط للدول الممتاز مباشرة العشرة لتحت ستة منهم حينزلوا لبيه خليني نقول لبيه مش لألف احنا في كيميا احنا في حص الكيميا احنا مش قاعدين مع كابتن الاسلام الشاطر ونتكلم لا 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 احنا في حص الكيميا دي مدرسة اتحاد الكرة الجديدة اللي احنا بنحاول نشوف ايه خطة التطوير اللي عايزين يخرج بها علينا